مشاهدين الكرامة مرحبا بكم على قناة الحدث الافريقي مع قصة جديدة في يوم من الايام وفي احد غابات افريقيا بينما كان احد الفهود يتجول قرب ضفة النهر باحثا عن فريسة يسد بها رمقه لمح قطيعا من الغزلان يرعى العشب على الضفة المقابلة فقال في نفسه وهو ينظر اليها لتني اعرف السباحة فاعبر النهر وافترس غزالا املئ به معدة الخاوية التفت الفهد تنويسر تنباحثا عن شيء يمكنه من العبور الى الضفة المقابلة ولكن دون جدوى ثم نظر وسط النهر فرأى فرس نهر يسبح في الماء ويأكل من الاعشاب التي نمات في قاعه فكر الفهد قليلا ثم توجه الى ضفة النهر وخاطب الفرس قائلا السلام عليك يا ابن عمي فاجاب فرس النهر وقد بدت عليه علامات التعجب وعليك السلام كيف تكون ابن عمي وانت لست من فصيلتي فانت تملك جسما رشيقا ومرقطا بينما جسمي ممتلئ وخال من البقع فاجاب الفهد في خبث انا من بلد بعيد حيث تكون افراس النهر مرقطة ونحيلة تظاهر فرس النهر بتصديق كلام الفهد ثم قال حسن يا ابن عمي كيف يمكنني خدمتك فقال الفهد هل يمكنك مساعدة ونقلي على ظهرك لا الضفة المقابلة للنهر فكر فرس النهر قليلا ثم وافق وحمل الفهد على ظهره ليعبر به النهر وفي منتصف الطريق توقف عن السباحة ثم قال بما انك فرس نهر فبامكانك السباحة والغطس مثلي وليس كذلك فاجاب الفهد مرتبكا اميم ميم بالطبع يمكنني السباحة وبينما كان الفهد يهمهم ويبحث في رأسه عن كلام مقنع اذا بفرس النهر يغطس به لاعماق النهر فكانت تلك الغطسة درسا قاسيا للفهد الذي نجى بأعجوبة من الغرق وهكذا نال الفهد الخبيث جزاء خداعه لفرس النهر واستخفافه بذكائه وهكذا انتهت القصة الى اللقاء يا اصدقاء